دشن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ومحافظ محافظة حضر موت مبخوت بن ماضي في مدينة المكلة دشن أعمال الدورة التدريبية حول التفصيات الدولية للإحصاءات السياحية والتي تنظمها الوزارة بمشاركة عشرين متدربا ضمن فعاليات مهرجان البلد السياحي 2024 وأكد الوزير الإرياني حرصة واهتمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وعضاء المجلس ودولة رئيس مجلس الوزراء بأن تكون حضر موت واجهة للجذب السياحي معبرا عن ارتياحه للاقبال الكثيف الذي شهده مهرجان البلد من مختلف المحافظات مشيرا إلى أهمية الفعاليات الثقافية والسياحية والتي جعلت حضر موت منارة لليمن وأوجه الإرياني وبن ماضي الدعوة للمستثمرين للقدوم إلى محافظة حضر موت والاستثمار في مختلف النشاطات والمجالات الحيوية وبالأخص القطاع السياحي كون مستقبل الاستثمار واعد بالخير في ظل الأمن والاستقرار وسلم الاجتماعي وتلاحم أبناء حضر موت وأعلن الوزير الإرياني الاتفاق مع قيادة محافظة حضر موت لعودة الشرطة السياحية لتمارس مهامها في ظل الانتعاش السياحي الذي تشهده المحافظة مشيرا إلى المشكلة القائمة المتمثلة في نعدام الإحصاءات بعدد الزوار المحليين والخارقيين وكذا التصنيف للفنادق ومشددا على تطبيق المعايير الخاصة بهذا التصنيف وبما يساهم في تنظيم العمل وحفظ الحقوق وتنمية الإيرادات وعرب الوزير الإرياني عن الشكر والتقدير للسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظة بالماضي على جهودهم المخلصة وحث أبناء المحافظة للالتفاف حول قيادة المحافظة ودعمها والاستفاف خلف الدولة لضبان تحييق الأمن والاستغرار والتنمية ومن جانبه استعرض المحافظ بالماضي الأهمية الكبيرة للسياحة في عملية التنمية وجلب الاستثمار والجهود المبذولة في هذا المجال رغم الظروف التي تعيشها البلاد مؤكدا أن المشاكل لن تثني قيادة المحافظة عن إقامة مثل هذه الفعاليات وأشار بالماضي إلى ما تشكله السياحة من مورد حيوي للدول واعتماد بعضها في اقتصاداتها على السياحة مشددا على أن تكون التوصيات الصادرة عن الدورة ملبية للواقع وتعالج الإختلالات وتساهم في الدفع نحو توفير بيئة قاذبة للاستثمار في الجانب السياحي وتدعم توجه السلطة المحلية لتسجيع المستثمرين وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم هذا وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بالتوصيات الدولية في مجال الإحصاءات السياحية والمقررة من قبل منظمة الأمم المتحدة للسياحة واللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة اشتركوا في القناة